من المنطقة السلمية من المنطقة السلمية أمام المحل التجاري الذي أعطانا زودنا بها هذا هو جلال و جلال الفقاني يعني هنا اللحظة الختفاء هنا يوم الختفاء بعد سالة العصر هذا هو اللي يمكننا توصله به من المعلومات الحالية هذا هو اللي بيتنا من اخوتين مغاربية عرفوه بشكل مستعد بها من البعض ممكن كان يدري تعرفه شكرا يا ليه يا ليه شكرا الحاجة هو المعروف هو اسم دياله المهدي اسم قانا و لكن الحاجة معروف بس اسم دياله الحاجة لمهدي بن مبارك هذا هو اسم اللقب اللي مش هوربي في الاختيفاء دير وجالينا صراحة المفاجأة نحن نتوقعه يكون اختفاء بحلقه مشاهد المشجيد عادي سيصلي العاصر كما هو معتاد دائما يدير في المشجيد الحي ديالنا في درب خاليد سباتا في الاخوة مشاهد المشجيد ولكن ما بقى سترجع من بعد ما سونا عليه من بعد لاحظنا الاختيفاء دير وشي بدينا كنستوالي بالنسبة لهم او ايضا ان يشفناه في المشجيد او ما سلتش يعني تكون اختلاف شتي يقول لنا اشفناه في المشجيد صلى او ما سلتش يعني من بلسط الوضو خرج من بلسط الوضو هذا واحد ستايلا في الدو ديالي الوضو ربما كان هذا النار كان المشجيد مقطوع في المشجيد ربما هز ديك ستايلا باش يقلب على المشجية اخرى او ما اعرفش مكذبش عليك مهم أن يخرج هذا الوظف في الدقن ومن بعد أن نتحررنا ونرى أنه لا يرى التجاه شارع الجولان في تجاه السالمية رأيوا أنه طالع في تجاه السالمية هل أنت تجاه الراويين؟ نعم، نحن من إخبارية في تجاه السالمية ونحن ذكرنا في المنطقة ونرى أنه كانت في تجاه السالمية كانت ترمينات الطوبيس التي تعرفت فأنا قدرت نظر يا فراسي وقلت مدام جال هنا إلا وربما جاءته فراسي أنه تفكر مثلا وحد الأخت وفاة لرحمة ونرى أن يزوره شيئا ربما يزور القبر ديالها وفعلا توجهت المقبرة ديال الغفران فأنا قدرت معاها ولحظته فعلا وقلت لها بأن رباليات سيدنا وقعتني النعت والوصف دياله وقلت لها رأي دازمان قدامي وقال لي السلام عليكم وهذه على مبصح لنا الحاجة المادية في المداز كي سلم كي كنت فيه بزاف هذه القادية وقلت لها رأي هذا واحد ستايلة هذ القادية تبتت لك اللي تبتت لي القادية يعني تبتت لي بأنه لقد تتيج هنا فينا انا كتشفت بأنه فقدرنا واحد جولة تم يعني لما كان الاختفاء دياله وفي الليل صراحة في الليل ما كنا غير كنت نتنى وربما يبان وربما مش عن شي صاحبه في نفس اليوم فإحنا هذة الإجراءات هذه وهذه البحث بدينا فيه تل غدلي يعني تل اثنين في الصباح عدنا كنا بيحتولي أننا تأكدنا بأنه كين حارة اختفاء لأنه لما مش عشي صاحبه تعشى عنده او بركم معه او شي حاجة تأكدنا بأنه رحل لا لا كتوقع عليه بعض مرات شي مسائل بسيطة بحكم 60 تبارك الله 84-85 سنة بحكم 60 مره مره يقدر ينسى شي حاجة كنا نقوله عادي عادي غا ينسى شي حاجة وغا يضعف شوية البصر دياله والذكرة دياله بحل ما هذه الحالة اللي وقعدة بما ما ضنيت كنا ستكون صراحة مفاجأة ولد بالان كنا ادر معاكو يعني فراسي بزيال الاسئيلة عندي ما عنديش لا اجوبة صراحة باقي جانا كان بحث على اسئيلة يعني ايش نوقع عليه مثلا يعني ايش نوقع عليه انا تمشى بهذا المشيء بحبك استيام يعني ما خلينا فيه نقلبنا يعني مجا ما خلينا فيه نقلبنا اجازة والمسنين الخيريات مستودع الاموات ما خلينا فيه نقلبنا يعني درنا واحد مجهود نعم قلبنا درنا منشورات او تصاور بحال هادو دياله في جميع المناطق فيما مشينا درنا في مواقع التواصل الاجتماعي درنا في القنوات الالكترونية بحلقات درنا في الراديو يعني منه حليش يكون الشيء عرب نعم يعني غلنا ضرنا واحد زخم كما تقول لابد تذيون اعلامي كذا archive عن الحسравля باللمهدي بن بوبرك وزيد على هذا انه غير معروف أصلا لانهце معروف فنان آه، الزيغي فنان في المعاملة دياله فنان في الكلام دياله صراحة انا كنا نكتب عن ما خلينا بال lash Adrian حذر صراحة فنان في المعامل centre فنان في الأخلاق دياله فنان يعني فكل شيء في الناصحة معروف حاجة ما هذه بالنصيحة سوى لغير الشباب من المنطقة كاملين تقول في حاجة ما هذه دائما الانسان الناصوح والانسان المسالم اللي كسمح في حقه الانسان الانسان اللي كل شي كحبه لان ما عندوش اعداء يعني ما عندوش اعداء هذه مسألة بصمع لابل عشرة ما عندوش اعداء نهائية ماذا نقول لك؟ العائلة كبيرا الاخوة ديالة لك كمشي لا سوائز العائلة اخوة الحالة الصعبة الحالة الصعبة والعواشرة دي كمالتها حالة صعبة بالسبال الوليدة الاخوة ديالة لاخوتين حالة ديالة صار احام متأزمة لانهم مولفين دائما 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 قريب لنا دائما سراحة��نا باقين معا ساعات وما بعد لم تحتملناش去 باقين وما لم تهمناش وما لم تتعبيناش هذه الكلية أن توقع ة القادية على العائلة لكandro divorceية الأراف لكن ان شاء الامر Still المستجد هو أنه حسين عنده واحد المحل ولكن قريب لنا هنا في شريع الجولان عنده واحد المحل للبنوات وليس عنده الأخ مديالي محمد هو اللي مش عنده فالله يجزيك فبحالي تكلم معه وذلك شي فاخده فكرة الريتا والانتليجيون شاف عنده واحد الكاميرا شاف يعني قال مدام أنه سمع بأنه دازم من هنا فهو رجع الكاميرا على التاريخ ديال نار ثلاثة ديال نار الحذم ورا سارات العاصر وبداك يبحث وبالفعل البال ليه البال ليه غادي وباليك مواصفات هزا سطيلة وهزا يعني الحمد لله بعدها يعني التعرف يعني حتى الناس الآن اللي كي بحثوا معانا ولو عارفين علامة كي بحثوا الانسان من اللي هين دام ديالو من نظركة الخشيفة ده بسيان رغم الخبر دياله ورا نتاشر بواحد لقوه اخوي اش غالي نقول لك دبا 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 هاد هاد المسألة اللي قلتي كنين درجات بنسبل نهار اللول ونهار التاني كنقول هذا غالي يكون غير عندش صاحبه وش بلاسة مريحين مع البالهم شمتلا ماشي مشكل هاد النهار اللول نهار التاني كنقول ماشي مشكل ممكن يكون عندش بلاسة في العائلة ممكن يكون مشال شي خرجانة بلا ما يعلمنا ممكن يعني بحاجة بصير ولكن من دخلنا في النهار التالت والرابع بدأت الهواجس ديالنا شوية كالتاكد ولكن الان اللي وصلنا لليوم السادسة خولينا كنقول لنا خايفين ما كده مش عالك لدينا عدنا تخوف شديد ان الحجم هدي سيكون واقع علي شي حاجة اجراءات الى مسؤول دائر الامنية العام العام بدرنا اجراءات والرجال الامن تكلموا معنا اللي يزيون بخير يعني بكل المسؤولية صراحة وعطاونا المسائل قانونية ديالنا وليكشيف فغلنا لو كانت اي اخبارش حاضرة قد نخبروكم كان البحث لفائدة العائلة نعم درنا بحث لفائدة العائلة نعم واخذينا الاسمية والرجمس دياله واخذينا المسائل دياله وحنا كانت تسننو كانت تسننو ولكن حاليا ملي وصلنا الان هاد المرحلة نقول لك بصريح العبارة فحنا ولينا كانت طالب السلطات عمنا تخرج ما نكلمش عليك لاننا دابا احنا وصلنا المرحلة اللي درنا كل شي بالنسبة لي نحنا كولاد او كمجتمع مدان يدرنا كل شي فكيب قد دور الان ديال السلطات الامنية الدوائر الامنية والملحقات الادارية فكنا نتمنى انهم يدروا معنا شي ممكن لا 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 بالنسبة للتليفون ما عندوش بالنسبة للفلوس ما عندوش الفلوس ما عندوش حاجة بصيطة لاني باش يتحرك صراحة ما كيشمعه او اصلا ما كيشمعه وخاقة تكون عندو الفلوس كيحطه يعني اصلا ما لانه ما كيستعملهاش باززاف الحمدلله حاجمها دياله هل تفكير لانه شي وحدين يكونوا مستهدفون هو ممكن لان الانسان ما عارفوش وش عنده ما عندوش يقدر يكون بشي اسميتو يقدر يستهدفو يقدر يستهدفو ولكن احنا ما عندناش شي تأكيد ولا شي خابر بانه مستهدفو لاشي حاجة فاحنا كنا نتخوفو التخوف ديالنا احنا كنا نحاولو وحنا كنا نحاولو اه اه غير نعرفوش نوقعوش نوقعوش شو وقعلي يعني ما باش نقول بانه استهدفوش واحد ولمدوه نقلبو على انه وتعرض لشي حاجة انا باستبعدتش انا سنقول ربما يكن بقى باش نبقات انا بخير فميتو كنقول ربما يكون مثلا طاح كان غادي وطاح في شي بلاسة او او دخل لشي بلاسة ومعرف شي خرج منها او او شي حاجة بحل من هذا القبيل احنا باقي الان هذا ومش شوكو كل عدنا وصحب كلمة طاحب المجارة تحل مناطقه هنالي في البادية وليكون يكون مش لشي بلاسة شو ههو اليهم ويعطرة صورة ايه ايه اشنو كن لابس الى كان دباع احنا احنا بالنسبة لابس والذك شي انا حلاش انا بباشر تبار طاجيش وذكال فيديو احنا سيد من خلال كاميرا باش يشوفو الناس يشوفو اشنو اللابس ويشوفو لهي اديالو باش اللى شافوا يتعرف عليه ما تبقاش دباع غيركت تخيل الحاججك حاجة ما شيء يعني إحنا لحنا هذك الفيديو كمباشرة كما أعطي لك السيد وحنا ببرتاجيناه في الصفحات الفيسبوكية دينا ومع الأصديقات دينا باش ينتاثر باش اللي شافوا يتعرف عليه مباشرة ما يبقىش يحتاج يعني يقول لي نرى ودي واحد سيد واش هو لما هواش فهمتيني هذا هو على الشيء وكن طلب من المواطنين أنهم يركزوا معنا في البحث الله يجازيهم بخير هذا غير نداء وطالب أن الإنسان اللي شافشي واحد تشك فيه يمشي يمشي يسوّلو لا يساك بخير واش انت فلان ولا ماشي فلان وكذا الحجم هذي كتكلم مزيان بالعربية وبالأمازيغية كي يسمع مزيان الحمد لله يعني ماشي او لا او اللي حرص عليه وعايت عليه نحنا او اللي تديس مثلا نحنا نفرق يعني ماشي أنا كتجيني بعد خطرات إخبارية يقول لك آآ سلام عليكم أخو يا راجع عندي واحد سيد دابة قال يرى شافوك كم شيو كنجريو مثلا فقالوا لينا في معارف قالوا لينا في الدربة البلدية كم شيو كنجريو مالي كان لقوا ذاك سيدة آآ المعلومة تقول لك لا أخو يا راجع قال يوح السيد دابة ماشي أنا يشفتو غرق قال يوح السيد مالي كان قولي يشكونا هو السيد كم شوين بحثوتي يقول يو ديرانا المعلومة في الصح كيشي كينا ولا كدر شفتو ولي بارح فهمتيني يعني كتولي لك خدمة ديارك وذاك المجهود ديارك كله كي ضيع بزاف كتضيع بزاف فكنتمنى أن المواطنين يركزوا ويحرصوا معنا على هذه النقطة دي ويساعدونا بها فاللي شافوا تعرف عليه مباشرة يحرص عليه حتى يجيو اللي يسلموا السلطات يجيوهم بخير واللي عندوش يشكو اللي عندوش حاجة يحاول يتأكد ونتمنى إن شاء الله تعالى يكون خيرهم وكذلك نداء نجدد نداء السلطات كنجدد نداء السلطات الله يجيوهم بخير من الضرب وحنا نرى الآن درنا واحد مجهود كبير مشكورين جميع الناس يساعدونا فيه ولي كدرت يظهر لي أن السلطات الأمنية يخصت تحرك معنا لأن احنا الآن ولينا كنخافوا أنه يكون واقع حالي شي عاجب شي بلاسة وحنا مفرصناش فادي كنتمنى أن الدائرة دينا الدائرة 24 ها تحرك كذلك يعني المركزية دينا دي المنطقة دي البنسيكس الاعتمانية يتحرك كنتمنى وكذلك الملحقات الإدارية في شخص سعادة القيد والمخبرين والمقدمين والسلطات كل شي لأنه هما هما ربما يكون البحث دير مأفضل من دينا نحنا وغتكون عندهم الطريقة والأسلوب رزاكم الله خير شكرا